اشتركوا في القناة 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 الزاوية الاولى هي زاوية تثليت ايجابية بين الشمس وبين المشتري وهاي تاثيراتها طبعا من اليوم 28 سبعة لغاية يوم 5 ثمانية ذروة هاي الزاوية يوم 31 سبعة في ساعات المساء هاي الزاوية بتدفع بحضوضنا بصورة عامة رغم انه المشتري بدي يتراجع الا انها بتعطيه بعض الحضور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية سلبية بين عطارد وبين المريخ هي زاوية تربيع طبعا هاي تاثيراتها من 25 سبعة لغاية 28 سبعة يعني تقريبا بكرة بانك تكون انتهت هي اللي بتسبب شعور بضيق الصدر ما منتقبل النقد ممكن انتور بشكل مبالغ فيه في وجه اي شخص بينتقدنا او بيعطي ملاحظة بخصوص تصرفاتنا وبتكون ردة الفعل عنا بكشف عيوبه واخطاءه اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس ايجابية بين نبتن وبين بلوتو هاي تاثيراتها لغاية يوم 2-9 وهي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة بتدعم وضعنا الحالي هي زاوية تزديس ايجابية اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فاول زاوية هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون بعد منتصف الليل يعني بعد منتصف هذه الليل الاربع على الخميس الساعة 12 و54 دقيقة بعد منتصف الليل هاي الزاوية بتدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الاخرين من من حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المساء يعني خلو المساء رح يبدأ في تمام الساعة 12 و54 دقيقة بعد منتصف الليل ورح يستمر لغاية الساعة 36 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الاسد هذا بيعني ان الفترة المذكورة من منتصف الليل لغاية ساعة الصباح لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المساء القمر زي ما حكينا رح ينتقل الاسد الساعة 36 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش عشان هيك بتتغير طاقة كل الابراج فبيكون الناس من حولنا في هاي الفترة اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفية مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بشجاعة او ارتداء ملابس انيقة بتلفت انتباه الاخرين لا النا اما بعد هذا الانتقال او في عنا طبعا زاوية اللي هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين الشمس وهي معناها بداية ولادة الهلال الجديد اللي هو هلال شهر محرم اه طبعا اه هذا الاقتران رح يكون الساعة خمسة واربعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بعد هذا الحدث طبعا رح يصير في عنا الحدث الاخر اللي هو المهم اللي هو تراجع المشتري لانه رح يشرع كوكب المشتري في التراجع في برج الحمل وبعدين رح يرجع لبرج الحوت ويكمل تراجعه طبعا التراجع عادة كل سنة بيصير مرة واحدة ولكن مدة التراجع بتكون حوالي الاربع شهور يعني التراجع هاي المرة رح يكون من يوم 28 سبعة له اليوم لغاية 23 احد عشر التراجع في برج الحمل رح يكون من يوم 28 سبعة له اليوم الساعة 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج رح يظل يتراجع لغاية يعني صباح يوم 28 ساعة 95 دقائق صباحا بتوقيت جرينج بعدها رح يتراجع من الحمل هيك بكون انتقل رجع متراجع للحوت ورح يستمر في التراجع حتى الساعة 11 دقيقة من مساء يوم 23 احد عشر بعدها برجع للحركة الامامية من الجديد في برج الحوت وبعدها بنتقل للحمل وفي وقتها ان شاء الله رح نحكي عن هذا الموضوع بالنسبة لتأثيرات المشتري لما بصير في عملية التراجع زي ما حكينا هو بتراجع مرة واحدة كل سنة في فترة التراجع عم نشعر بفقدان الحماس وبيخف تفاؤلنا وممكن يصير او يحصل تعطيل في مجالات النشر الصيرة في المصارف او حتى الامور اللي العلاقة بالعملات بالاسواق المالية بالدراسة الجامعية بالامور الفلسفية والدينية بالترحال وخاصة الى المسافات الى مسافات بعيدة يعني الاشخاص اللي بكونوا ينتظروا اوراق او معاملات او سفر بعيد ممكن يصير في تعطيل فيها او تتأخر لفترة ففي هاي الفترة في فترة التراجع عشان نطلع من الطاقة السلبي لهذا الكوكب يجب ان لا نعتمد على الحظ نهائيا بل بتوجب علينا الاعتماد على انفسها بشكل كبير عشان نحصل على النتائج او على النتائج مرضية قدر المستطاع يعني اللي بيعتمدوا على الحظ ما رح يستفيدوا وبتخيب امالهم وبتتحطم امالهم فعشان هيك لازم تتعبوا على انفسكم شوي عشان تحصلوا بعض الامور المرضية بعد هذا الانتقال في عنا زاوية برضو رح تتشكل هي اليوم وبكرة بس يومين مدتها هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين اورانوس طبعا تأثيراتها زي ما حكينا يوم ثمانية وعشرين سبعة لغاية تسعة وعشرين سبعة ذروتها اليوم ساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة مساء بتوقيت جرينج يعني تأثيراتها بدأت من ساعة تقريبا غروب الشمس ورح تستمر لغاية منتصف ليل تسعة وعشرين على تلاثين سبعة هاي زاوية بتصيبنا حاليا من التشتت الفكري وعدم التركيز وهذا الشيء بيصعب علينا ايجاد حل بعض المسائل كمان هاي زاوية بتجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الاخطاء ومنتهور خصوصا في قيادة السيارات او بالحركة بالرياضة بايشي حتى بقراراتنا وهذا وقت غير صالح للشراكات ولا تعتمد على الحدث نهائيا في هاي الفترة لازم تعتمد على البينة والدليل اما الوسواس والافكار والاحلام والامور هاي فما تعتمد عليها نهائيا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية طبعا من الان ولغاية ساعات الصباح بالضل المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب وغشاء الصفاق هذولا اكثر شيء حساسية لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بصير عندنا نقاط الضعف القلب والشريان الاورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هذولا هم الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الاضافية طبعا اذا كان في اطرارية لعمل عمليات جراحية لهاي الامور ما في اي مشاكل ولكن ان كان في مجال لتأجيلها بيكون افضل طبعا هذا اليوم برضو ما زالت الاجواء غير مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد لغاية ساعة المساء بعدين لا يصلح يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن الصبغ تحديدا ممكن الحناء اوكي اما الصبغ لانها مواد كيموية ما بنصح فيها ولا يصلح للقص العلاجي القمر في برج الاسد طبعا قلو المسار القادم لما ينتقل القمر لبرج الاسد بيصير في يوم السبت 37 في تمام الساعة اربعة وتسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر خلو المسار لغاية الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر القمر بعدها في برج العذرة اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 28 يوم في تمام الساعة وحدة وتسعة عشر دقيقة بعد منتصف الليل بيصير تسعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة صفر بالمية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم ثلاثة وعشرين ثمانية طبعا سعيدة بنسبة تقريبا خمسة وثمانين في المية القمر في برج السرطان بدين تقل الاسد ورح يمكث في برج الاسد ليوم ثلاثين سبعة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارة في الاسد حتى يوم أربع ثمانية منتحس بنسبة ستين في المية الزهرة في السرطان حتى يوم أحدعش ثمانية سعيد بنسبة عشرة في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين ثمانية منتحس بنسبة خمسين في المية المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم ثمانية وعشرين عشرة منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% ورنس في الثاورة حتى يوم 24 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بتظل الأمور البيتية والعائلية هي اللي بتشغل فكركم خلال هذا اليوم فبتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة من الآن لغاية ساعة الصباح أهم لشينكم تحاولوا فرض وجهة نظركم على أفراد العائلة بوسعكم وإدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن ابعدوا عن المصاريف لزيادة وعن العصبية وفرض السيطرة من ساعات الصباح بتبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بتعيشوا لحظات سعيدة وناجحة وانفراجات وتطمينات ورومانزيات خلال ساعات النهار لغاية ساعات المساء لأن القمر رح يصير في الأسد البيت الخامس لألكم فهون الأجواب يصير مشجعة على كثير من الأمور العاطفية وحتى على الأمور الجمالية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور تنشطه في مجال السفر والاتصالات لأن القمر ما زال موجود في البيت الثالث لألكم لغاية ساعات الصباح ولكن بتكونوا أكثر صبرا على الطرقات يوم مناسب هذا لا اجتياز امتحان ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ كثير يعني بتدرسوا وتستعندوا بشكل جيد رغم ذلك أنتوا بتتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية كبيرين دافع عن مبادئك ولكن حاول أنك تدافع بليونة وبدون عصبية وتزمت بالرأي في ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الرابع بالنسبة لألك فهون بتعيد وتنظيم أموركم البيتية والعائلية ممكن يطرأ حدث منزلي أو عائلي أو عطل منزلي يعني يلفت انتباهك أو أنك تنشغل فيه برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر ما زال موجود في البيت الثاني يعني فرص مالية لغاية ساعات الصباح تيجي أغلبها من عمل إضافي أو منكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية ولكن بتكتخففوا من النفقات قدر المستطاع وتحاولوا تنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من بعض المحتالين بتميلوا خلال من الآن لغاية ساعات الصباح بالتفاوض والمساومة وبتنشطوا بالرحلات والاتصالات وممكن يكون عندك جرأة عالية على النقاش والحوار أما في ساعات الصباح فالأجواء رح تتغير بشكل أقوى لأن القمر رح يصير في الأسد فهنا بتنشطوا بالسفر والاتصالات بشكل أكبر وأكثر ولكن بتكونوا أكثر وعية على الطرقات نشاط عالي وسرعة تبديها وقدرة على الإقناع عالية جدا وممكن بعضكم يكون عندهم امتحان أو مقابلة ولكن ما تعتمدوا كثير على الحضور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر ما زال موجود عندكم لغاية ساعات الصباح فهنا أنتم مشحنون بنشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم أو كانت تحققوا انتصار أو تظهروا مزايا رائعة بتلفت أنظار الجميع فترة إيجابية حاولوا أنكم تستغلوها بشكل قوي لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح طبعا القمر هنا رح يصير موجود في البيت الثاني للعلاقة بالأموال فهنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم ابتعدوا عن مشتريات غير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع حاولوا تهتموا بالأمور المالية بشكل جيد بدون تسرع وبدون مغامرة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زال القمر موجود في برج السرطان بيت متاعبكم فعشان هيك بيظل التعب مسيطر عليكم لليوم الثالث على التوالي حاولوا أنكم تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة من الآن لغاية ساعات الصباح حاولوا أنكم تعملوا الأشياء الروتينية فقط ما تتخذوا قرارات ما تتسرعوا بأحكامكم لأنه بالفترة هاي بتكون انت مرهق وقليل الحماسة لا تنتظر الجواب لأنه ممكن إذا انتظر الجواب يخيب أمالك لغاية ساعات الصباح لا يجيك رد عليها من ساعات الصباح القمر رح يصير موجود عندكم في الأسد فهونا بتمتلوا أنتم بنشاط حيوية بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لاتجاه بناسب وضعك الحالي تتمتع بقدرة على قلب المعطيات لصالحك الأجواب تصير إيجابية بتعوض الأيام اللي راحت برج العدرة بالنسبة لموليد برج العدرة طبعا بيظل النشاط مسيطر عليكم لغاية ساعات الصباح بعدين القمر رح ينتقل ويصير في بيت متاعبكم من الآن لغاية ساعات الصباح بتنشطوا اجتماعيا دلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتجنبوا الانتقادات مهما كانت الظروف حاولوا برضو تضبطوا عصابكم ما تتحكموا بعلاقاتكم ومعارفكم ما هي الفترة مناسبة لحجد التأييد والدعم ما هي فترة مناسبة لطلب الاستشارة أو التأييد في ساعات الصباح طبعا الأجواء رح تتغير لأن القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لا توقعوا على عقد لا تحسموا أمر هاي فترة طبعا دائما لما يصل القمر لبيت المتاعب بتصير فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين ما زال القمر موجود في بيت السمعة فعشان هيك بوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم من الآن لغاية ساعة الصباح وبتضل الفترة هاي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بدهم يقدموا لعمل ممكن تحمل لك هاي الساعات مسألة شخصية أو بعض الضغوطات اللي تسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبء بتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهمش إنك ما تجازف وما تغامر وما تتهور بالفترة هاي عشان ما تشوه سمعتك من ساعات الصباح الأجواء بتتغير بشكل إيجابي فهنا بتنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفل أو مناسبة أجواء اجتماعية لازم تستغلوها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا النشاط بظل ممتاز جدا من الآن لغاية ساعة الصباح في أمور الحلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب والعلاقات الخارجية الإمتحانات الجامعية ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ كثير بدك تكونوا برضو أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تفرحوا إلى انفراج أو حل بعض المسائل أو مسألة كانت ضاغطة بالفترة الماضية هذه فترة جيدة ومنعشة للعلاقات والتحالفات ولكن بدك تحاذر من بعض التعب من ساعات الصباح الأجواء تتغير بشكل ثاني لأن القمر سيصير في البيت العاشر اللي هو بيت السمعة فهنا بإمكانكم تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية والفترة هي مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل ولكن بك تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء ما تحاولوا تعملوا أي شيء ممكن أن يشوه السمعة برج القوس بالنسبة لمهوليد برج القوس طبعاً بتنهمكم في ضبط جونكم المالية المشتركة ورغم النفقات تم فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض لأن القمر مزال موجود في البيت الثامن فبتظل الأمور المالية المشتركة هي اللي بتشغل فكركم مبين كانكم تسارعوا لتصحيح الأخطاء واستعادة ثقة الآخرين فيكم أهم شيء أنك ما تسمح للخلافات بالتأزيم لا سيما أو بالتأزم لا سيما مع الأحبة في ساعات الصباح الأجواء بتصير إيجابية بشكل قوي لأن القمر رح ينتقل لبرج الأسد فهنا بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد أو الامتحانات الجامعية فبتكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة إثناء قيادة السيارة بين المدن واللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد وما يعتمد الكثير على الحضوض رغم منها فترة إيجابية جدا إلا أنه لازم أنبه عن بعض النقاط برج الجديد بالنسبة لموريد برج الجديد طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما لغاية ساعات الصباح فبضل يعني جل اهتمامكم حول موضوع الشراكة سواء شراكة مالية عاطفية وبتضل فترة متوترة لغاية ساعات الصباح حاولوا تبعدوا عن المشاكل والقرارات ما تخلي حد يستفزك ما تتسرع اضبط عصابك طاقتك ضعيفة بشكل كبير طبعا هذا الأمر رح يظل لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح الأجواء بتتحسن لأنه القمر رح يتحرك للبيت الثامن وهنا بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة حاولوا انك تنجزوا الواجبات بدقة حتى لو كثرت حاولوا تنفيذها دون تردد وبرضو ما تلتهوا بالأمور الثانوية يعني بمعنى آخر وهنا التركيز رح يصير على الوضع المالي أي اشي العلاقة بالأمور المالية المشتركة كتحصيل أموال تركيب وضع مالي كلها إيجابية ولكن حاولوا أنه ما تنجروا وراء أشخاص بيشجعوكم على المغامرات المالية بالفترة الحالية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل عندكم أكثر من الشيء الطبيعي فتحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم حاولوا أنكم ما تدكلوا في أي مواجهة مع زميل بتكثر اللقاءات والاجتماعات وممكن تتحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي بيتعلق فيك أو في أحد الأحبة يعني بمعنى آخر من الآن لغاية ساعة الصباح بتكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها أما من ساعة الصباح فهنا القمر بصير مقابلك تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم وفترة جيدة لتعزيز الشراكة ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظر شركاتكم سواء في العمل أو في العاطفة وبتكونوا تحاضروا من الخلافات وحاولوا إنكم ما الضخم الأمور لأنوا أنتوا هنا طاقتكم ضعيفة أي مواجهات أو أي مشاحنات أنت الحلقة الأضعف وأنت اللي رح تكون خاسر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم من الآن بغاية ساعات الصباح لأنه مازل القمر في البيت الخامس لألكم الأجواء جيدة بتقدروا تتفهم وجهة نظر أحبائكم حاولوا إنكم ما تبلغوا في طلباتكم أو أوامركم أو التحكم بالأحبة إن كان أحبة أو إن كان أبناء اليوم بتحتفلوا بإنجاز أو بانتصار أو تنمو بعض العلاقات وبتزدهر فترة مثمرة وفيها بعض الإنشغلات لأن القمر باتجاه البيت السادس فبلش العمل يتراكم أو بلش يصير في طلبات أو أعمال لازم تنجزها أو اهتمام بالعمل الخاص فيك وطبعا من ساعات الصباح خلاص القمر بكون انتقل للبيت السادس لألكم فهنا بتكون تركزوا على الصحة أكثر وبتكون تركزوا على العمل أكثر انتبهوا لصحتكم وممكن يتراكم في ساعات النهار العمل أكثر من المعتاد وما تقدروا تنجزوا جميع أعمالكم أو تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير منها فعشان هيك بدك تعرف تنظم وقتك بشكل جيد عشان تقدر أنك أنت تمم أعمالك كلها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا بهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر